الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة يثاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباح كل ما يفعله المرء من الأمور التي أباحها الشرع لا أجر له في فعلها إلا إذا قصد بفعل ذلك المباح أمرا حسنا في الشرع كمن ينام في النهار وينوي بنومته تلك التقوى على قيام الليل التقوي التقوي على قيام الليل فهذا يثاب على تلك النومة لا لذات النومة ولكن لما اقترن معها من نية صالحة كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي قال ابن الشاط رحمه الله إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب المال انتهى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لقد تقدم لنا سابقا أن المباحة هو ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب يعني لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب إذا تركه ولكن هذا التعريف مقيد بقولنا لذاته ولكننا ذكرنا سابقا أن المباحة يرتقي من كونه لا ثواب ولا عقاب فيه إلى كونه يثاب فاعله بأمرين الأمر الأول أن يفعل المباحة كما على الهيئة والصورة والكيفية التي فعلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالمباح يكون عبادة بهيئته وكيفيته والأمر الثاني أنه يكون طاعة بالنية فإذا نستخلص من هذا قاعدة طيبة تقول المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات المباحات تنقلب عبادات بالهيئات والنيات وهذا لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية فإذا فعل الإنسان فعلا أو قال قولا لا نية حسنة له في هذا القول أو الفعل فإنه لا ثواب له فيه فالثواب في الشريعة الإسلامية مربوط بالنية الحسنة فأي شيء اقترنت به النية الحسنة فإنه يكون طاعة وقرب حتى إذا كان من الأمور المباحة فإن قلت وهل هذا يكون في الواجبات الجواب نعم فإن الإنسان إذا فعل واجبا فإنه لا ثواب له إلا بالنية الحسنة إذا فعل الإنسان واجبا فلا ثواب له إلا بالنية الحسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مع أن الجهاد واجب ولكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب فيه على الني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك مع أن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده من الأمور الواجبة لكن لا ثواب له في ذلك إلا بالنية الحسنة بل وكذلك أداء حقوق الخلق فإذا كان عليك دين فأديته بلا نية حسنة فإنه لا ثواب لك في ذلك الأداء وإذا كانت عندك أمانة فأديتها بلا نية حسنة فإنه لا ثواب لك في هذا الأداء فحقوق الخلق إذا أديتها لهم فإنك لا تثاب على هذا الأداء إلا بالنية الحسنة إذن هذه قاعدة طيبة تقول لا ثواب إلا بالنية وسيأتينا شرحها في شرح القواعد الخمس الكبرى إن شاء الله تعالى في الدورة المقبلة إذن لا يمكن أن يوصف المباح بأنه قربه إلا إذا اقترن به هذان الأمران الأمر الأول أن يوقعه العبد على الهيئة والكيفية التي أوقعها عليها النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن يكون له فيه نية حسنة وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الأول النوم النوم مباح فإذا نام الإنسان فلا ثواب لهم في نومه وإذا ترك النوم فلا عقاب عليه في ترك النوم ولكن كيف يكون النوم عبادة يكون النوم عبادة بأمرين الأمر الأول أن تنام على الصفة التي نام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصفة التي نام عليها بمعنى أنك تتوضأ قبل أن تنام ثم تذكر أذكار النوم المعروفة في السنة ثم بعد ذلك تنام على شقك الأيمن وتنام بعد العشاء مباشرة إلا إن حدثت أهلك زمنا يسيرا وكذلك يكون النوم عبادة بالنية الصالحة الحسنة بمعنى أن تنام بنية التقوي على طاعة الله عز وجل وذلك أن الإنسان إذا لم ينم فقد قواه وضعف تفكيره وتشوش تركيزه فالإنسان ضعيف يتقوى بالنوم وذلك لأن حياة الإنسان ناقصة حياة الإنسان ناقصة والنوم مرتبط بالحياة فمن كانت حياته كاملة فإنه لا ينام ولذلك الله عز وجل لما كان له الحياة الكاملة المطلقة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه فإن النوم لا يجوز على الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته وكذلك أهل الجنة فإن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإن المسلمين إذا دخلوا الجنة فإنهم لا ينامون لماذا لكمال حياته فالجنة لا نوم فيها نسى الله أن يجعلني وإياكم منها ما فيها لا مقيال ولا قراطيع نوم ولا فيها شيء من ذلك أبدا بل إن أهل الجنة مشغولون بفضل أبكار وبأكل الثمار ما عندهم شيء لا وظائف ولا حروب ولا موت ولا فقر ولا مرض ولا عاهات ولا ديون وإنما يأكلون ويمرحون ويتكئون ويجامعون ويطوفون في تلك الطرق ويدخلون تحت تلك البساتين وفي ظل ظليل ولذلك أهل الجنة لا ينمون لكمال حياته مهما نحن في هذه الدنيا فإن حياتنا ناقصة فلذلك نحتاج إلى النوم ولذلك الذي لا ينام يذهب إلى الطبيب يطلب علاجا ليس كذلك لأنه خرج عن طبيعة الآدمية أو عن طبيعة الخلق بل حتى الحيوانات تحتاج إلى النوم لضعف حياتها فإذا نام الإنسان على الهيئة التي نام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوى بنومته هذه واحتسب التقوي على طاعة الله عز وجل واحتسبها في ميزان حسناته فالله عز وجل يقلب نومته هذه من كونه مباحا لا ثواب ولا عقاب فيها إلى كونها طاعة وقرب أنت نائم وتشخر في غطيط النوم وقلم الحسنات لا يرتفع عن صحيفة حسناته أوليس هذا من فضل الله علينا في هذه الأمة الجواب نعم نائم ولا عند عمل ولا قيام ليل ولا ذكر ولا تسبيح ولا تهليل ومع ذلك يكتب له نومته في ميزان حسناته فإذا جاء الإنسان يوم القيامة ورأى نومته في ميزان حسناته يا رب لما كيف هذا قال لأنك قبل أن تنام استشعرت أنك تريد أن تتقوى على طاعة الله بذلك النوم الفرع الثاني الأكل والشرب فإن الإنسان لا بد له أن يأكل ويشرب فإذا أكل وشرب فلا ثواب له وإذا ترك الأكل والشرب فلا عقاب عليه ولكن العاقل هو الذي يحرص على تجيير الزمن الذي يستقطعه في الأكل والشرب والملذات في ميزان حسناته فإنا نأكل في اليوم ثلاث وجبات وبعض الناس ربما يزيدها من هاهنا وهاهنا فإذا نوى الإنسان بتلك الأكلة أن يتقوى بدنه على طاعة الله فإن أكلته تكون في ميزان حسناته وكذلك إذا أكل أو شرب على الصفة التي أكل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أن يشرب جالساً وأن يأكل مما يليه وبثلاثة أصابع وأن لا يشبع وأن لا يملأ بطنه وإنما يكتفي بلقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فإذا الأكل إذا سئلت عنه أهو عبادة أو لا تقول الأصل فيه أنه مباح لكنه يرتقي إلى كونه عبادة بأمرين بهيئته ونيته ما المراد بالهيئة؟ يعني الكيفية الفرع الثالث جماع الرجل لأهله فإنك إذا جامعت لا ثواب لك في جماعك وإذا لم تجامع لا عقاب عليك فالجماع من الأمور المباحة التي لا ثواب ولا عقاب فيها ولكن العاقل هو الذي يحرص على جعل هذا الجماع في ميزان حسناته يوم القيام كيف يكون هذا؟ بأمرين بأن تجامع على الصفة المشروعة وأن تنوي النية الطيبة الصالحة في هذا الجماع طيب كيف الصفة المشروعة؟ يعني أن تولج في محل الحرف وأن لا تجامع في وقت حيض أو نفاس وأن وأن إلى آخر الطريقة المعروفة عند الناس فالشاهد أن الجماع بهيئته يكون طعة وكذلك بنيته بمعنى أن ينوي إعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام بهذا الجماع وينوي إعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام وأن يكون هذا الجماع سببا في إخراج ذرية يعبدون الله عز وجل في الأرض ويجاهدون في سبيل الله عز وجل فإذا الجماع بهذه النيات أو واحدة منها يكون طعة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها آجر قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال وهذا من قياس العكس كما يعرفه الأصوليون ومنها كذلك من الفروع أيضا الذهاب إلى الوظيفة فإننا نذهب يوميا إلى وظائفنا طيب الذهاب إلى الوظيفة والجلوس فيها أمر مباح لا ثواب للإنسان فيه ولا عقاب عليه بمعنى أنه إن ذهب فلا ثواب له وإن بقي فلا عقاب شرع عليه إلا إذا عطل شيئا من الواجبات المنوطة بوظيفته فالشاهد أن المسلم يقطع أو يقتطع في هذه الوظيفة وقتا طويلا قرابة الست ساعات أو السبع ساعات بل بعض الوظائف أنا سمعتها يداومون من الساعة الثامنة ولا يطلعون لحول المغرب يعني هذا اقتطع ثلاثة أرباع اليوم فالشاهد كيف يكون وقت الوظيفة والذهاب والعودة منها والتعب الذي يصيبك في الوظيفة في ميزان حسناتك إنما يكون ذلك بالنية الصالحة لا نقول بالهيئة إنما يكون بالنية الصالحة بمعنى أنك في وقت الذهاب إلى وظيفتك تستشعر أنك تريد بهذه الوظيفة أن تكسب ما لن تكف به وجهك ووجه زوجتك وأولادك عن الناس وأن تغني نفسك وأهلك عن سؤال الناس وعن تكفف الناس فإن من أعظم الذل أن يتكفف الإنسان الناس وأن يسألهم هذا من أعظم الذل وأن تنوي التيسير على المسلمين وإعانة المراجعين وإنهاء معاملاتهم وإن كنت مدرسا تنوي تعليم العلم الشرعي لأبناء المسلمين وغير ذلك من النوايا الطيبة التي لا أظن أحدها يحتاج إلى تعليم فالمسلم يعرف كيف ينوي النية الطيبة فإذا نويت هذه النية الطيبة فجميع ما تفعله في هذه الوظيفة من التعب والوقوف والذهاب والإياب وصعود الدرج والنزول والتحضير والتصحيح وغير ذلك كله يكون مدرجا في ميزان حسناتك يوم القيامة لأن المباح يكون نية عبادة وقرب وطاعة بالنية الصالحة ومنها كذلك المزاح الخالي عن الحرام المزاح مباح المزاح نوع من أنواع المباح لو مزح فلا ثواب لك ولو تركت المزاح فلا عقاب عليك ولكن الإنسان إذا نوى بمزاحه التقرب إلى الله عز وجل بإدخال السرور على إخوانه المسلمين فإن من أعظم الأعمال التي يحبها الله إدخال السرور على نفسه أحد من عباده عز وجل والتفريج عنهم وإزالة الهم عنهم وشرح صدورهم وإذهاب الملل عنهم فإذا نويت بتلك الابتسام وذلك المزاح الخالي عن الأمور المحرمة هذه النية فإنك سوف تراه في ميزان حسناتك يوم القيامة مع النية الصالحة الطيبة ومنها كذلك السياحة والخروج إلى النزة فإنها أمور مباحة فشاهد أن هذا كله ينقلب في ميزان حسناتنا إذا نوينا النية الصالحة كيف تكون النية الصالحة في هذا يا محمد انتبه لي معي ولا لا كيف تكون النية الصالحة في السياحة والنزة هو إجمام نفسك أن تنوي إجمام نفسك وإراحتها وشرح صدرك بالتنزه والبعد عن الأشغال والبعد عن متطلبات البيت قليلا حتى إذا أقبلت على الطاعة والجد والعمل والتحقيق والتأليف ومراجعة الدروس ومراجعة المحفوظات تكون بنفسية من شريحة الدين يا إخوان ليس في المسجد فقط بل الدين معك في كل حين وفي كل لحظة ومنها كذلك البيع والشراء من جملة المباحات التي لا ثواب ولا عقاب عليك فيها إن بعت واشتريت فلا ثواب لك وإن تركت البيع والشراء فلا عقاب عليك ولكن العبد ربما يجلس في دكانه أو في حانوته أو في محل تجارته ساعات طويلة فكيف يجير هذا الوقت في ميزان حسناته الجواب بالنية الصالحة بالنية الصالحة بمعنى أن ينوي ببيعه وشرائه أن يكف وجهه عن الناس وعن تكفف الناس في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحمل أحدكم حبله على ضغره فيأتي بحزمة الحطب فيبيعها فيكف الله به وجهه فيكف الله به وجهه فيكف الله بها وجهه عن الناس خير لهم من أن يسألهم أعطوه أو منعوه فالسؤال ذل السؤال للرجل الحر ذل ولذلك ربما بعض الأحرار يتمنى أن يموت وأن يطوي بطنه جائعاً ولا ولا لا يجمع ولا يمد يده هذا أمر معلوم عند الأحرار وأما من صار وجهه بين رجليه قتل حياءه وقتل رجولته فهذا لا عبرة لا عبرة به وكذلك أن تصدق في البيع وأن تبين يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار حتى يتفرق أو قال ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكثما محقت محقت بركة بيعهما فالبيع والشراء هذا من الأمور التي يستطيع أن يرقيها الإنسان إلى درجة الطعاة والقربات بهذه النيات الحسنة والفروع على ذلك كثيراً ولعلنا نكتفي بهذا والله أعلم هل عند السؤال في هذه القائدة نعم ننتقل بعدها إلى باب جديد وهو باب قواعد تتعلق بالعبد نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الأولى التكليف مشروط بالعلم والقدرة معه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً فهتان الآيتان تدلان على أن حصول التكليف يكون بالقدرة والعلم معه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال رحمه الله والشريعة طافحة بأن الأفعال المؤمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين رضي الله عنه صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب وقد اتفق المسلمون على أن المصل إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عن الأداء والقضاء وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا انتهى نعم أقول وبالله التوفيق هذه القاعدة تبين لك شروط التكليف العام وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى بأن التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة تكليف لغة إلزام ما فيه كلفة وأما في اصطلاح الشرع فهو الإلزام بمقتضى خطاب الشرع الإلزام بمقتضى خطاب الشرع والتكليف واجب على العبد بعدة شروط ذكر الشيخ منها هنا شرطين ذكر الشيخ هنا شرطين وسيذكر جملا من الشروط في القواعد اللاحقة إن شاء الله فذكر الشرط الأول وهو العلم والشرط الثاني وهو القدرة وقد أجمع علماء الإسلام على اشتراط هذين الشرطين وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فنأخذها شرطا شرطا مع بيان الأدلة عليها وشيء من الفروع الشرط الأول العلم وضد العلم الجهل وبناء على ذلك فإذا فعل الإنسان شيئا من المحرمات أو ترك شيئا من المأمورات جاهلا جهلا يُعذر به فإنه لا عقاب عليه مُطلقا لما لأن من شروط التكليف العلم فلا يُكلِّف الله عز وجل نفسا إلا ما تعلمه لقول الله عز وجل لا يُكلِّف الله نفسا إلا وسعها وليس من وسع النفس أن تمتثل شيئا لا تعلمه وكذلك قول الله عز وجل لا يُكلِّف الله نفسا إلا ما آتاها من القدرة وما آتاها من العلم وكذلك يقول الله عز وجل في اشتراط العلم وما كنا معذِّبين أي ما كنا معذِّبين أحدا على ترك مأمور أو فعل محظور حتى نبعث رسولا ما وظيفة الرسول أي أن يعلم الناس حتى يُفقِّخهم في دينهم ويعلمهم الواجب عليهم تجاه ربهم عز وجل وكذلك في الصحيح من حديث عدي بن حاتم أنه لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عدي بن حاتم فهم أن في الخيط أنهما على الحقيقة فجاء بخيط أسود وآخر أبيض فجعل يأكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإذا الصبح قد طلع يعني أكل في نهار رمضان عامدا عامدا نتبه فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بيَّل له الوجهة الشرعية وصحَّح له هذا الفهم المغلوط بأن المراد نور الصبح وظلمة الليل السؤال الآن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم الذي أفطر في نهاره الجواب لا فإن قلت وما السبب في عدم إيجاب القضاء عليه الجواب لأنه لم يكن يعلم بحقيقة الحال فإذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بعالم بحقيقة هذه المسألة بل هو جاهل فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحينئذ استنبط العلماء من هذا النص على أنه لا بد من العلم لثبوت التكليف فمن لا يعلم فإنه غير مكلف وكذلك يقول وكذلك في الصحيح أيضا في حديث الاستحاضة كثيرة في الصحيح وفي غير الصحيح منها مثلا ما في السنن من حديث حمنة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة وإنها تمنعني من الصوم والصلاة الصوم الواجب والصلاة الواجبة إذن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة تركت شيئا من الواجبات صياما وصلاة ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهن بالحكم الشرعي الصحيح ويوجههن إلى ما يجب عليهن ويصحح لهن أخطاءهن ويعلمهن ولا يأمرهن بماذا بقضاء ما فاتهن من الصوم والصلاة مع أنها واجبة طيب لو سألنا سائل وقال لماذا لم يأمرهن بالقضاء الجواب للجهل لوجود الجهل عدم العلم فأفاد ذلك أن من فوت شيئا من المأمورات أو فعل شيئا من المحذورات جاهلا ومثله يجهل فإنه لا بأس عليه ولا قضاء ولا إثم وكذلك في الصحيح من حديث عمر وعمار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما في حاجة فأجنبا فأما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة وأما عمر فبقي أياما لا يصلي طيب فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر وذكر له ذلك بيّن لهم الوجهة الصحيحة في الحكم الشرعي وصحح لهم هذا الخطأ الذي وقعوا فيه الخطأ الذي وقع فيه عمر رضي الله تعالى عنه هو أنه كان يظن أن التيمم لا يرفع إلا الحدث الأصغر دون الأكبر فبين له أن الحدث يرفع الأكبر التيمم يرفع الحدث الأكبر طيب والخطأ الذي وقع فيه عمار رضي الله عنه ما هو أن أصفت التيمم أنه ظن أنه كما أنه في الغسل لا بد من تعميم الماء على بدن الجنوب كله فكذلك في حال التيمم لا بد من تعميم التراب التراب على بدن الجنوب كله فإذا كلاهما قد أخطأ في هذا الإجتهاد وهم بشر يصيبون ويخطئون لكن هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات أما عمره فبقي أياما لا يصلي طيب وعمار لم يتطهر الطهارة الشرعية فإذا صلاة ليست صحيحة فهل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء الجواب ما أمرهم بالقضاء فإن سألت ولماذا لم يأمرهم بالقضاء لوجود الجهل وعدم العلم فدل ذلك على أن العلم شرط في ثبوت التكليف وأن من لا يعلم فإن التكليف مرفوع عنه وعلى ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا والخطأ هو الفعل المنافي للعلم أو الخطأ هو الفعل الذي يضاد العلم أو يخالف العلم وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والخطأ هو ما يفعله الإنسان مخالفا لحقيقة ما يجب عليه ومن الأدلة على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته فإن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ثم صلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي وقال له المرة الثانية والثالثة فقال له ذلك الرجل في المرة الثالثة أو الرابعة في بعض الروايات قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني أوه قال لا أحسن غير هذا يعني صلواتها السابقة فرضها ونفلها كلها على إيش على هذه الصفة التي ليست هي بالصفة الصحيحة شرعا إذن صلواته الأولى ها على الحكم الشرعي لا تصح أنتم معين ولا لا يا جمع طيب الجواب لا لماذا عذره لأنه كان جاهلا بحقيقة الواجب عليه تجاه طمأنينة في صلاته فإن قال لنا قائل ولماذا يأمره بقضاء تلك الصلاة يعني قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي نقول لأن الطلب لا يزال قائما لوجود وقتها وأما الصلوات التي فات وقتها فقد أزالت عنه المطالبة فحينئذ وقعت غير آثم وقعت غير آثم هذه كلها دلة يا إخوان انتبهوا لا تدل على اشتراط العلم في التكليف وقد ظهر لنا طائفة من الشباب يقولون بتكفيري انتبهوا وهذا موجود ويقولون بتكفيري من زعم أن الجهل عذر من أعذار الشريعة وهذه الآن وهذا موجودون الآن موجودون عندنا الآن ولا يحتاج أن نسمي طوائف يقولون من قال بأن الجهل عذر من أعذار الشرع فهو كافر وهذه أدلة من الكتاب والسنة تبلغ حد التواتر المعنوي لللفظ ومن الأدلة على ذلك أيضا من الأدلة على ذلك ما في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجع الرانة فالشاهد أنه جاء رجل أعرابي بعد إحرامه وعليه جبة وقد تضمخ بالطيب هذا فعل كم محذوراً الآن؟ اثنين أولها أنه لبس مخيطاً وهو رجل والشيء الثاني أنه تطيب بعد إحرامه فجاء فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم بعمره ولبس جبة وتضمخ بالطيب قال فأغشي على النبي صلى الله عليه وسلم غشية الوحي وتلبّد عرقاً فلما كشف عنه قال أما الجبة فانزعها عنك وأما الطيب الذي بك فاغسله أما الطيب فاغسله قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً أو نقول الكفارة الجواب لم يجبها عليه فأولم يفعل شيئاً من محذورات الإحرام الجواب نعم فلماذا عذره لأنه لم يكن عالماً فدل ذلك على أن العلم شرط في التكليف وأن من وقع في مخالفة مأمور أو ارتكاب شيء من المحذورات جاهلاً فإنه لا بأس عليه ومن الأدلة على ذلك أيضاً حتى تتبين لكم المسألة جلياً ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فتناوله الناس فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه يعني أكفف أكفف عن هذا الفعل يبول في المسجد هذه مشكلة كبيرة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه لا تزرموه فتركوه حتى بال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلوين فشنه أي صبه عليه طيب ما وجه الاستدلال بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُعنفه وإنما بيَّن له الواجب عليه تجاه المسجد فقط ولم يحكم عليه بمقتضى فعله هذا حتى لم يأمره بالتوبة لم يقل له تُب من هذا الجرم العظيم الذي فعلته مع أن الإنسان لو جاء مستخفاً بحرمة المسجد وبال فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب بل نخشى عليه من الوقوع في الردة لأنه أهانى بيتاً من بيوت الله عز وجل فإذن الأمر عظيم والخطب فادح ومع ذلك تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخطأ تصرفاً حكيماً كعادة عيس صلى الله عليه وسلم ولطيفاً مما يدل على أنه عذره بسبب جاهله وعدم علمه بحقيقة الحال ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلم رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ عاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وفي الصلاة قال فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثك لأميه صوت مرتفع ما شأنكم تنظرون إلي قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعرفت أنهم يسكتونني لكني صمت قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله هذه شرط المعلم الطيب فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني كل هذه ثم لا تصلح بالتعليم ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال إن هذه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم انتهى ما وجه دلالة هذا الحديث أحسن تشخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة هذه الصلاة مما يدل على أنه عذره فإنه لو تكلم عالما بالحكم لكانت صلاته باطلة لأن الكلام الأجنبي في الصلاة من جملة ما يبطلها لكن عذره صلى الله عليه وسلم ومشى صلاته وأجازها ولم يأمره بالإعادة لوجود عذر رافع للتكليف عنه في هذه الجزئية المخصوصة وهي عدم العلم بأن الكلام مبطل للصلاة ومن الأدلة أيضا أن في الصحيح بعد تحريم الخمر جاء أعرابي بزق خمر براوية خمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريمها فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام راوية خمر فقال هذه هدية فقال له أما علمت أن الخمر قد حرمت فقال لا قال ففتح فما الزق الراوية يعني القربة ثم أراقها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام طيب ما وجه الدلالة من هذا عدم التعنيف وعدم الغضب وعدم الزجر في تعليم في الإنكار عليه يعني عدم التغليظ في الإنكار عليه وذلك لأنه استثبت منه أكنت تعلم أن هذا قد حرم فلما قال لا علموا أن الرجل جاء على ما تقرر في عقله سابقا أن الخمر لم تحرم وأنتم تعرفون أن تحريم الخمر كان متأخرا عن غيره من الشرائع فالشاهد أنه لم يعنفه ولم يغضب عليه ولم يشدد عليه في الإنكار فكل ذلك يدل على أنه عذره بسبب جهله وضع هذا فإذن الخلاصة من هذا أن من فعل شيئا من المحرمات أو ترك شيئا من المأمورات جاهلا جهلا يُعذر به فإنه لا مؤاخذة عليه وعلى وعلى ذلك جُمَّل من الفروع الفرع الأول أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من نشأ في بادية صحراء بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت بينه وبين أهل العلم وسائل الاتصال وفي هذه الأثناء في هذا الانقطاع وعدم القدرة على الوصول إلى شيء من العلم أو العلماء فعل شيئا من المحرمات أو ترك شيئا من المأمورات ثم تبين له بأخرة خطأ ثم تبين له بأخرة خطأ ما فعله فحينئذ إيش لا يؤمر بإعادة ما فاته من المأمورات ولا إثم عليه فيما فعله من المحضورات والعلة في ذلك أنه لا يعلم ومن لا يعلم فلا تكليف عليه ومنها كذلك الحربي في دار الحرب إذا هداه الله للإسلام فإن المسلمين لا يوجدون في ديار الحرب غالبا فضلا عن العلماء فإذا أسلم حربي في دار حرب وانقطعت بينه وبين أهل الإسلام وعلمائهم وسائل الاتصال وبدأ يقع وصار يقع في شيء من المخالفات الشرعية في فعل محضور أو ترك مأمور فإنه إن تبين له بعد ذلك خطأ فعله فإنه حينئذ لا عقاب عليه ولا قضاء وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنها كذلك ما رأيكم في رجل أكل من لحم الجزور والصلى ولم يتوضأ جاهلا جاهلا بالحكم الشرعي الجواب لا قضاء لا تفصل فيها غالبا إذا قلنا جاهلا خلاص أننا نعرف أنه جاهلا جاهلا يعذر فيه فإذا كان جاهلا عفوا إذا فعل ذلك جاهلا فإننا لا نأمره حينئذ بإعادة تلك إعادة تلك الصلاة لأننا نعذره بجاهله والجاهل غير مكلف ومنها كذلك ما الحكم لو أن الإنسان واقع في مفسد من مفسدات الصلاة من أكل أو شرب أو قهقهة أو كلام أجنبي وهو جاهل بأنها مفسدة ومبطلة الجواب فصلاته صحيحة لفوات شرط التكليف وهو العلم ومنها كذلك أن العلماء اشترطوا لثبوت آثار محضورات الإحرام العلم فمن وقع في شيء من محضورات الإحرام جاهلا فإنه لا شيء عليه طيب ومنها أن العلماء اشترطوا في ترتب آثار مفسدات الصوم يعيش العلم فمن وقع في شيء من مفسدات الصوم وهو غير عالم فإنه لا قضاء عليه بل يتم صيامه ولا شيء عليه وهذا أمر معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى ومنها كذلك المستحاضة التي تظن أن دم الاستحاضة يمنعها من فعل شيء واجب كصوم وصلاة فإن تبين لها بعد ذلك خطأ ما فعلت أو خطأ اجتهادها فإنه لا قضاء عليها ولا عقوبة ومنها كذلك ما الحكم لو صلى الإنسان في ثياب نجزة وهو لا يعلم بأنها نجزة صلاته صحيحة وبرهان ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فينا عليه فإنه افتتح الصلاة كما في حديث أبي سعيد في السنن وغيرها وعليه نعلام فيهما شيء من القذر وأخبره واخبره جبريل بأن فيهما قذرا فخلعهما واستمر على صلاته وبنى عليها فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مخاطبا بإزالة تلك النجازة التي لا يعلمها لستأنف صلاته من أول ومنها أن المتقرر في أصح قولي أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وأهل الحديث أن الناس خاء لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه والعلم به فهموها يا جمع أن الناس خاء لا يلزم العمل به إلا بعد العلم به وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الصلوات بعد أن غيرت القبلة من بيت المقدس إلى مكة انتبهوا جمعا غيرة القبلة الآن نزل الناس خلان طيب فمر على أهل قباء وهم يصلون إلى أي قبلة إلى القبلة المنسوخة فقال بأعلى صوت وهم يصلون أما إني أشهد أني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن القبلة قد وقد أمر أن يستقبل القبلة أي الكعبة فاستقبلوها ماذا فعل الصحابة فاستداروا كما هم طبعا استداروا واستدار معهم إمامهم ثم فسحوا له شيئا من الصف حتى يكون أمامهم لأن 180 درجة يعني فإذن صار إمامهم أمامهم مثل هذا الفعل لا يمكن أن يخفى على النبي الصلاة والسلام لأنها صورة امتثال عظيمة ونادرة جدا في يعني عظيمة ونادرة جدا في في الطبع البشري يعني هذا الامتثال يدل على كمال الإيمان وكمال الطاعة وعدم المناقشة هل أمرهم بإعادة تلك الصلاة التي افتتحوها إلى القبلة المنسوخة الجواب الجواب إيش لا مما يدل على أنه عذرهم طيب أولم تنسخ القبلة السابقة نسخت لكنهم لم يطالبوا بالعمل بالناسخ إلا بعد أن علموا به إلا بعد أن علموا به ولذلك يصح لنا أن نقعد قاعدة تقول لا يلزم الناسخ إلا بعد العلم قال الناظم والشرع لا يلزم قبل العلم به ومثله الناسخ طبقا فانت به وهذا أمر له أدلته ولله الحمد ومنها كذلك لو أن البيّنة في دخول الشهر لم تقم إلا الساعة التاسعة صباحا الناس كانوا ينتظرون الإعلان عن الصيام من أمس لكن لم تثبت البيّنة عند وليّ الأمر وعند الحاكم الشرعي القاضي إلا الساعة التاسعة صباحا يعني أصبح الناس وقد وقد أكلوا وأفطر فجاء الخبر أن اليوم من رمضان أن اليوم من رمضان أن اليوم من رمضان فهل يجب عليهم أن يمسكوا الجواب نعم يجب عليهم أن يمسكوا لا نعلم في وجوب الإمساك عليهم خلافا لكن السؤال هنا هل يقضوا ذلك اليوم هل يجب عليهم قضاء هذا اليوم الذي أفطروا في أول نهاره هنا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وظاهر المذهب عند الحنابل وغيرهم أنه يجب عليهم قضاء هذا اليوم ولكن الرواية الأخرى واختارها شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من المحققين وهي القول الحق في هذه المسألة هو أنهم يمسكون ولا قضاء فإن قلت أولم يأكلوا في أول نهاره فالجواب نعم أكلوا ولكن أكلوا حال عدم علمهم بوجوب الإمساك عليهم والجاهل غير مكلف لا تكليف إلا بعلم ولذلك يصح أصح الأقوال هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهمتم كيف وجهة اختيار ابن العباس هذا هو لأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل ومن الفروع على ذلك أيضا ما الحكم لو أن رجلا في أطراف البلاد بعيدا عن العلم والعلماء أن يكون مثلا في قرية نائية أو في جبال عالية لا يصلها العلماء وعقد عقد نكاح هو محرم شرعا كعقد نكاح شغار مثلا أو عقد نكاح متعة مثلا أو عقد نكاح أي شيء من العقود المحرمة في النكاح بعد علمه بتحريم هذا العقد هل يجب عليه تجديده الجواب هنا فيه تفصيل وهي أننا ننظر إلى المفسد في هذا العقد إن كان المفسد أمرا عند العقد وزال فحينئذ يقر على نكاحه هذا ولا يلزم بسجديده هذا في أصح قول أهل العلم اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله بل قال هذا القول حتى في أنكحة الكفار التي عقدوها على غير شريعة الإسلام مع زوال المفسد كأن يكون مثلا نكح نكاحا بلا ولي طيب المفسد زالت بعد عقد النكاح انتهينا فحينئذ يقر على نكاحه أو نكحها على غير مهر المفسد قد زال أو نكحها نكاح شغار المفسد قد زال أو نكحها نكاح متعة المفسد قد زال لكن التوقيت يبطل في العقد التوقيت فقط وإلا العقد يقرون عليه إن جددوا عقدهم عند القاض احتياطا لا وجوبا فهو أمر حسن للخروج من خلاف العلم ولكن الحالة الثانية أن يكون المفسد لا يزال قائما فهنا يجب فسخ هذا العقد وإبطاله مثاله أن يكون في بعض البلاد أنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة أبيه كما كانت من عادة الجاهلية سابقا أو أن يكون في بعض البلاد الإسلامية أن الرجل يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أو بين الأخت وأختها طيب بعد علمه بالتحريم لا يزال المفسد قائما فعينئذ هذا العقد باطل وليس معذورا أنه عقده حال كونه جاهلا فإننا فإننا نعذره بمعنى أننا نسقط الإثم ولكن لا نرضى ببقاء هذا العقد قائما بل لا بد من تصحيحه على وجهة على الوجهة الإسلامية المقررة بالأدلة في الكتاب والسنة أفهمتم هذا من يستطيع أن يعيد من عقد عقدا محرما عقد نكاح محرما ثم وما قلناه في هذا التفصيل لذكر الشيخ فيصل قبل قليل يقال في أنكحة الكفار إذا قيل لك أو يقر المسلم الكافران إذا أسلم هم زوجان على نكاحهما ولا ما يقران تقول الأصل إقرار أنكحة الكفار على ما هي عليه ما لم يكن المفسد قائما الأصل إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها ما لم يكن المفسد قائما ولذلك لا نعلم في دليل شرعي واحد أن الكافرين إذا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلزمهم بتجديد عقودهم على حكم الإسلام بل كان يقر كلا على نكاحه ما لم يكن المفسد قائما ومنها كذلك من الفروع ولعله الأخير ما أدري كم رقم عندكم الشاهد لو أن الإنسان عقد عقد بيع أو شراء وهو محرم عقد عقد بيع أو شراء وهو محرم ولكنه كان يجهل التحريم ثم عرف أو علم بأخرة أن ما عقده محرم فنقول يقر على هذا العقد ولا يلزمه إخراج المال أو المكاسب أو الأرباح التي كسبها بسبب ذلك العقد ولذلك لو كان الإنسان مثلا يتعامل بالربا في بلاد خفي فيها أن الربا محرم أو يتعامل بمعاملة هي ربا ولكن اكتشاف الربا فيها يحتاج إلى اجتهاد دقيق من أهل العلم إن هناك يا إخوان بعض المعاملات ربوية ولكن طلبة العلم قد لا يكتشفون حقيقتها ولكن العالم الخريط الراسخ يقول هذا العقد ربا كسب بسبب ذلك العقد ملائين الدولارات أو ملائين الريالات أو نلزمه أن يتخلص من هذه الأرباح كلها الجواب لا ولكن ما بقي من الأرباح لم يكسب بعد فإنه لا يجوز لك أن تأخذه فلا تأخذه إلا على حكم الإسلام وأما رأس مالك الذي قبضته سابقا قبل العلم فهو لك لا تظلم ولا تظلم ولذلك في قول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم التي قبضتموها لا تظلمون ولا تظلم ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما أخذتم من الربا ولا ما بقي ما بقي من الربا عند الناس لم تقبضوه بعد لا يجوز لكم أن تأخذه وفي صحيح الإمام مسلم من حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نخابر أربعين سنة حتى جاء حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله طيب هل ذكر ابن عمر أنهم تخلصوا من هذه المكاسب التي أخذوها بالمخابرة الجواب لا وعقد وعقد المخابرة عندنا عقد محرم وهو كراء الأرض على الثلث أو الربع كما في صحيح الممسلم من حديث جابر وغيره وكذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فيبيعونه في مكانه وأنتم تعرفون أن القاعدة أن من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه ينقله من مكانه الصحابة في بداية الأمر ما كانوا يعلمون بهذا الحكم فكانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه وفي الصحيحين من حديث بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس حتى يكتاله طيب الشاهد الآن هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في التجار الذين كانوا يبيعون ويتكسبون بسبب هذا المعاملة التي هي حرام في الشرق هل بعث مناديا يناديم أن أخرجوا جميع أرباحكم وأخرجوا جميع مكاسبكم التي كسبتموها بهذا العقد المحرم الجواب لا فدل ذلك على أن الإنسان إذا كسب أو عقد عقدا محرما فجاءه بسبب هذا العقد شيء من المال والأرباح والمكاسب ثم علم بأخرة أن العقد حرام فلك رأس مألك وحلال عليك مكاسبك ولكن انتبه لا تفعله مرة أخرى الله هذا الشرط هذا الشرط الأول وهو اشتراط العلم طيب نبدأ في الشرط الثاني من شروط التكليف في نفس القاعدة وهي اشتراط القدرة وقد أجمع العلماء على أن العاجز عن القيام بما أوجبه الله عليه أنه معذور ولله الحمد فإن كان العجز عن كل العبادة فإنها تسقط عنه كلها وإن كان العجز عن بعض العبادة فإنه يسقط عنه ما عجز عنه فقط فإن قلت وما دليل اشتراط القدرة من الكتاب والسنة فنقول أدلته كثيرة منها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتكليف ما لا يطاق منتف في الشرع إجماعا ومنها أيضا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجميع الآيات الآمرة بشيء من الأحكام الشرعية المقيدة بالاستطاعة كلها من أدلة هذه القاعدة ومن الأدلة على ذلك أيضا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بيب واسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد البخاري في رواية وإلا فأومي أي برأسك وفي سنن كذا وفي سنن البيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريض فرآه يصلي على وسادة يرفعها كذا يسجد عليها فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح كذلك من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع يعني إذا ضاق الأمر على المكلف جاءته الأحكام الشرعية التي توجب توسيع الأمر عليه مرة أخرى رحمة من الله عز وجل والمتقرر بإجماع العلماء أن من مقاصد الشريعة الكبرى رفع الحرج عن المكلفين قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم ويقول الله عز وجل في صفة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت كانت عليهم والأدلة في هذا المعنى كثيرا وأما فروعها فهي كثيرة جدا أيضا من هذه الفروع الحج فإن الحج واجب شرعي ولكنه مقيد بالاستطاعة البدنية والمالية فمن كان مستطيعا بماله وعاجزا ببدنه وجب عليه أن يقيم بدله من يحج عنه ويعتمر إن لم يكن اعتمر وإن كان عاجزا عنهما جميعا عن القدرة المالية والقدرة البدنية فإن وجوب الحج أصلا يسقط عنه إلى إشعار آخر ومنها كذلك الصوم فإن الصوم واجب شرعي لكنه مقيد بالاستطاعة بالإجماع لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخر ولذلك قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقد فسرها ابن عباس بالشيخ والشيخة الكبيرين جدا الذين يعجز هما الصيام فحينئذ لا بأس عليهما أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين وكذلك أجاز العلماء للحامل التي يشق عليها الصوم بسبب الحمل أن تفطر فإن كان إفطارها للخوف على نفسها فتقضي بلا كفارة وإن كان إفطارها للخوف على جنينها فقط فإنها مع وجوب القضاء تطعم عن كل يوم أفطرته بسبب ذلك مسكين ومن الفروع كذلك الجهاد فإن الله عز وجل أوجب علينا أوجب على هذه الأمة إجابا كفائيا الجهاد ولكن الله عز وجل بيّن في الآيات أن الجهاد من شرطه القدرة فالعاجز عن الجهاد لا يجب عليه أن يجاهد قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج أنت بتطلع العميان يجاهدون أنت بتطلع العميان يجاهد مشكلة هذه ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لأن الجهاد من أصول نجاحه أن يكون المجاهد مبصرا وأن يكون قادرا على الجري والأعرج لا يستطيع يجري ولا يستطيع أن يفر وأن تكون حركته يسيرة لا يثقل بدنه مرض أو ثقل أو غير ذلك فإذن هؤلاء معذورون بالشرع لماذا لأن المأمورات الشرعية مقيدة بالقدرة على العمل والعاجز لا يجب عليهما يعجز عنه شرعا ولذلك اتفق العلماء على أنه لا واجبا مع العجز وكذلك من فروعها النفقة في الجهاد فإذا احتاج الجهاد إلى كثرة نفقة فحينئذ يلزم ولي الأمر العامة بالإنفاق حتى يجهز جيوشهم طيب من لا يستطيع الإنفاق أو يجب عليه أن ينفق الجواب لا يجب عليه الإنفاق لقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم فهذا كله دليل على أن القدرة شرط من شروط التكليف ومن فروعها كذلك من عجز عن الطهارة المائية فإنه ينتقل إلى الطهارة الترابية يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وإذا عجز عن الطهارتين جميعا فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله ولا قضاء عليه في الأصح حتى وإن قدر على الطهارة في نفس الوقت قبل خروجه ومن فروعها كذلك صلاة المريض وطهارته كلها تفرع على هذه القاعدة فلا يجب على المريض من الطهارة إلا ما يقدر عليه وأما ما يعجز عنه فالله يعفو عنه وكذلك من الصلاة فيجب على المريض أن يصلي على حسب حاله في الوقت فيفعل ما هو قادر عليه بلا مشقة ولا إتعاب نفس ولا إثقال على نفسه فإن كان مستطيعا أن يتخلص من النجاسات التي على بدنيه فالحمد لله وإلا فيصلي والنجاس عليه ولا شيء عليه وإن كان مستطيعا أن يستقبل القبلة فالحمد لله وإلا فيصلي حيث كان وجه سريره أو حيث كان وجهه وإن كان مستطيعا أن يصلي قائما فالحمد لله وإن أعجزه عن القيام ثقل المرض فيصلي جالسا وإن أعجزه ثقل المرض عن الجلس فيصلي مضطجعا فيصلي مضطجعا المهم أنه يصلي على حسب حاله فإذا سألك مريض عن طهارته أو صلاته فأجب وتلك القاعدة حاضرة في ذهنك حاضرة في ذهنه ومن فروعها كذلك ما الحكم في رجل وجد ماء يكفي بعض طهره فقط عندما في بياله ما يكفي إلا غسل مثلا المضمضة والاستنشاق بس تنتهي البياله أو يجب عليه استعماله ولا ينتقل إلى التيمم لأن وجود البعض لا يغني عن وجود الكل الجواب في أصح القولين أنه يجب عليه استعمال الميسور لأن المتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور فالله عز وجل لا يعذرك فيما تعسر عليك وأما ما تيسر لك فيجب عليك أن تستعمله لقوله فاتقوا الله ما استطعتم ومنها كذلك هل يلزم هل يجب على ولي الأمر وفقه الله أن يحقق في القاضي الشروط التي اشترطها السلف في هذا الزمان الجواب لو أننا ها لو أننا نجد قاضيا تتوفر فيه الشروط جميعا كما يقررها السلف في كتب القضاء وفي أبواب القضاء فهذا نور على نور يهدي الله لنوره ميشا ولكن الشروط تختلف باختلاف الزمان فعدالة كل زمان بحسبه أليس كذلك وقوة كل زمان بحسبه فربما لا نجد قاضيا يتحلى بجميع الشروط فلا أقل من أن نحقق ما هو مقدور عليه من تحقيقها كالإسلام مثلا والأمان والعلم وغيرها ونتجاوز عن بعض الشروط التي يعسر علينا تحقيقها فإن الميسور لا يسقط بالمعسور وإذا أمرنا بأمر فنحقق منه ما استطعنا وأما ما عجزنا عنه فإنه يسقط عنا ومنها كذلك أيها الإخوان ما الحكم فيما لو دخل منفرد ووجد الصف ممتلئا أنتم تعرفون أن المصفة في الصلاة واجبة وأن الانفراد بلا عذر لا يجوز بل من صلى منفردا بلا عذر فإن صلاته باطلة في الأصح طيب ما حكم انفراده حال كونه عاجزا عن إيجاد فرجة في الصف الجواب لا بأس بها لأن المصفة واجبة والواجبات تسقط بالعجز لا نقول له يجذب رجلا لأنه سيحرم هذا الرجل من التقدم وسيحدث فجوة تحرك الصف كله ولا نقول له يتقدم يصلي عن يمين الإمام لأنه ربما لا يتيسر عن يمين الإمام مكانا طيب ثم لو سلمنا وجود مكان فصلى فيه ثم دخل آخر صف معهم طيب دخل ثالث فإذا لا كل ذلك مع ما يوجبه ذلك أنه سيبعد الصوف حتى يتخلص إلى الإمام ولذلك رواية ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا هي رواية موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما القول الصحيح هو مختار هو أبو العباس وجمع من المحققين من أن الرجل إذا لم يجد فرجة بلا كلفة في الصف فإنه يصلي خلفهم منفردا ولا شيء عليه ومن هذا إنكار المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر ليس كذلك ولكن هل هذا يقال به على أطلاقه الجواب لا بل إنكار المنكرات تكون على حسب القدرة والاستطاعة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرأ منكم منكرا فليغيره بيده وش قال بعدها فإن لم يستطع فإذا علق إنكار بعدم الاستطاع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا باب إنكار المنكرات متعلق بالقدرة متعلق بالقدرة والفروع على ذلك كثير أنا عندي رابع 13 فرعا لكن لعل ما جاءكم فيه كفاية وهداية إن شاء الله إذن يخلص لنا من هذه القاعدة خلاصتها أن التكاليف لها شروط وذكر في هذه القاعدة العظيم الشرطين وهما من أعظم شروطها وهي العلم فلا تكليف بالجهل وكذلك الاستطاع والقدرة فلا تكليف مع العجز والله أعلم طيب اقرأ قال وفقه الله تعالى القاعدة الثانية الجاهل يُعذر إذا لم يكن مفرطا في طلبه في طلبه علم ما يجهله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به وأما ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا وهو داخل في إقراره بالمجمل العام ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا مغفورا له خطأه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان نعم أقول وبالله التوفيق لما ذكر في القاعدة السابقة أن من جملة ما يشترط للتكليف العلم أراد أن يبين لك في هذه القاعدة أنه ليس كل من ادعى الجهل فإنه تقبل دعوة بل لا بد من التأكد أن جهله من الجهل الذي يُعذر به صاحبه وحتى تتضح لنا هذه القاعدة فلا بد أن نبين جملا من القواعد والأصول المتعلقة بالجهل فنقول وبالله التوفيق ولعلنا نستطيع إنهاءها قبل الإقامة أو نكملها الدرس القادم إن شاء الله القاعدة الأولى الجهل هو الأصل في بني آدم الجهل هو الأصل في بني آدم فإن قال لنا قائل وما برهانك فأقول برهاني على ذلك قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم علما لا تعلمون شيئا نكرا في سياق نفي فتعم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد إذن تكتسبون المعارف بسبب هذه الطرق فإن أورد علينا رجل إشكالا وقال أولستم تقولون يا أغلى السنة أن من المعارف التي تولد مع الإنسان تلك المعارف الفطرية بأن الله موجود هو ليس هذا من العلم وأنه رب كل شيء ومليكه أغلب مقتضيات الربوبية تولد فطرة توجد فطرة لا تحتاج إلى تعليم فكيف تقول إن الأصل في الإنسان الجهل وهو عنده معلومات تبعين في هذا ولا لا الجواب إن العلم الذي نقول فيه الأصل في الإنسان الجهل العلم الذي يفتقده الإنسان هو العلم النظري للعلم الضروري الفطري العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال يحتاج إلى الطلاع يحتاج إلى تعلم يحتاج إلى سؤال هذا العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال هو الذي نقصده بأن الإنسان يولد فاقدا له يعني هل الصغير من صغر يعلم حكم الوتر يعلم حكم صلاة الجماعة يحتاج إلى نظر واستدلال في الأدلة حتى يتعرف على حكمها لكن أما العلوم الضرورية الفطرية فإننا لا نتكلم عنها لأنها من جملة ما فطر فطر الله عليه الخلق لقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها وقوله صلى الله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهي فطرة الإسلام والاعتراف بربوبيته عز وجل والعلم بوجوده هذه علوم لا تحتاج إلى تقرير وإنما تحتاج إلى تذكير فيما بعد وأما العلوم النظرية التي تحتاج إلى نظر واستدلال فهي تلك العلوم التي نقصدها بقولنا إن الأصل في الإنسان الجهل وبما أن الأصل في الإنسان الجهل فإذا دعواه أنه جاهل تقبل ولا لا تقبل لأنها هي الأصل هذا هو ولكن لا يكفي النظر في هذا الأصل لوحده لا بد من النظر في الأصل الثاني وهو قول أهل العلم رحمهم الله تعالى العباد مأمورون برفع الجهل عنهم العباد مأمورون برفع الجهل عنهم يعني أن رفع الجهل عن حكم شرعي واجب شرعي لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقوله فاسألوا هذا أمر والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجود فإذن يجب علينا شرعا أن نرفع الجهل عن أنفسنا أنتم معي يا جماعة ولا لا فكما أنك مأمور بالصلاة ومأمور بالزكاة ومأمور بالطاعة ومأمور بالإسلام ومأمور بكذا وكذا فكذلك من جملة ما أمرك الله به أن ترفع الجهل عن نفسك فلا يجوز للإنسان عند تيسر الأمر ويسر طلب العلم وانفساح وانفتاح طرق رفع الجهل أي يفتر أو يقصر القاعدة الثالثة من عجز من عجز عجزا حقيقيا من عجز عجزا حقيقيا عن رفع الجهل عنه فهو معذور شرع من عجز عجزا حقيقيا عن رفع الجهل عنه فهو معذور شرع فإذا كما قلنا من عجز عن استعمال الطهارة فالطهارة تسقط عنه ولا لا من عجز عن الركوع فالركوع يسقط عنه من عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه وكلها مأمورات شرعية فأفاد ذلك أن المأمورات الشرعية تسقط بماذا بالعجز ومن جملة المأمورات الشرعية رفع الجهل أنتم معاولة لا رفع الجهل فإذا كنت عاجزا عجزا حقيقيا عن رفع الجهل بسبب انقطاع وسائل التعلم وعدم القدرة على شيء منها فأنت معذور في عدم قيامك بهذا المأمور الشرعي وهو رفع الجهل عنك فإذا يقال في هذا المأمور المخصوص وهو رفع الجهل كما نقوله في سائر المأمورات الشرعية فكما أن المأمورات الشرعية كما أن المأمورات الشرعية تسقط بعجز الإنسان عنها فكذلك هذا المأمور المخصوص وهو رفع الجهل يسقط بعجز الإنسان عنه لكن ليس كل من ادعى العجزة نقبل دعواه بل لا بد أن ننظر في قرائن دعواه فإن كانت قرائن تصدق هذه الدعوة وأنه عجز حقيقي وأنه صادق فيما يقول فلا جرم أن جهله هذا يعذر فيه وأما إذا كان جهل دعوة عريضة لا قرائن تصدقها ولا براهين تؤيدها فإنه مؤاخذ بما وقع فيه من المخالفة بسبب الجهل أنتم معي في هذا ولا لا عرفتم الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به هذا هو فرقانه أن الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو ذلك الجهل الذي كان قادرا على رفعه ولكن منعه من رفعه اشتغاله بالدنيا وبالمكاسب وبالأولاد وبالشهوات وبالغفلة والكسل والفتور عن طلب العلم هذا هذا مثله لا يجهل طرق العلم موجودة والجهل الذي يعذر به صاحبه هو ذلك ها الجهل الذي يحاول صاحبه أن يرفعه عنه ولكن سدت كونا في وجهه أبواب تحصيله أبواب تحصيله وهذا يتأيد بالقاعدة التي بعدها وهي قولهم رفع الجهل عن الأمر الواجب واجب رفع الجهل عن الأمر الواجب واجب ورفع الجهل عن الأمر المستحب مستحب فإذا متى يكون رفع الجهل واجبا يأثم الإنسان إذا تركه مع القدرة عليه الجواب إذا كان يجهل بشيء من الأمور الواجبة فالأمور الواجبة يجب عليك شرعا أن تطلب العلم فيها وأن ترفع الجهل عن نفسك فيها لا يجوز لك أن تفتر أو تتقاعس أو تتكاسل في رفع جهلك بالأمور الواجبة لكن هل يمكن أن يكون رفع الجهل مستحبا يعني يستحب لك أن ترفع الجهل عن نفسك في هذه الجزئية هل يمكن أن يكون مستحبا الجواب نعم إذا كان العلم الذي تطلبه أو أنت جاهل فيه أمر مستحب فرفع الجهل عن الأمور المشروعة المستحبة مستحب لأنها من باب الأمور الكمالية لا تأثم لو تركتها فما يأثم الإنسان بتركه فيجب عليه أن يرفع الجهل فيه وما لا يأثم الإنسان بتركه فلا يجب عليه أن يرفع الجهل فيه هذه فرقانات مهمة يعني مميزات مهمة وفرقان عظيم يتمين للطالب ما الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هل يجب علي أن أرفع الجهل عن معرفة النوافل القبلية والبعدية الجواب مستحب فقط لكن هل يجب علي أن أرفع الجهل عن نفسي في صفة الصلاة في صفة الحج في صفة الصوم في صفة كذا وكذا من الأمور الواجبة الجواب نعم يجب عليك أن ترفع الجهل عن نفسك فيها لأنك تأثم إذا خالفتها القاعدة التي بعدها وهي الأخيرة الجهل الحقيقي ما معنى الجهل الحقيقي يعني الجهل الذي يعجز صاحبه عن رفعه نسميه الجهل الحقيقي والفقه يسمونه ومثله يجهل نسميه ما شئت لكن حقيقته واحدة الجهل الحقيقي عذر عذر في أبواب العلم والعمل في الأبواب العلمية والعملية فإذا كان الإنسان عاجزاً عن رفع الجهل بمسألة من مسائل العقيدة الواجبة فإنه يُعذر في هذا إلا أن العلماء في المسائل العلمية استثنوا شيئاً مهماً وهي المسائل الفطرية الضرورية الكبيرة مثل وجود الله هذا أنت أصلاً كنت عالماً به ما تحتاج أن ترفع الجهل عن نفسك فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة أنت كنت عالماً به أنت في قرارة نفسك تقر بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله فلو انتفى عنك العلم النظري فيكتفى بالعلم الضروري فطرة عبادة الأوثان باطلة فطرة عبادة الشمس والقمر باطلة فطرة فمسائل العقيدة الكبار لا يعذر أهل العلم فيها وإلا فسائل المسائل العقدية يعتبر الجهل عذراً فيها فإذا نحن في الجهل في مسائل العقيدة نستثني منها فقط المسائل العقدية الكبار المبني الذي يبنى العلم فيها على الفطرة وهي من العلوم الضرورية التي يشترك الجميع في علمها وهي كوحدانية الله ووجود الله وعدم الذبح لله وعدم دعاء غير الله وعدم طلب الاستغاثة من غير الله كل ذلك من مسائل العقيدة الكبار التي تعلم من الدين بالضرورة هذه لو ادعى أحد أنه جاهل فيها فدعواه لا تؤيدها القراء وعما سائر مسائل العقيدة غير المسائل العقدية الكبار الفطرية وسائر مسائل الفقه فإنها مما يعذر به الإنسان لكن بشرط أن يكون جهله بها من الجهل الحقيقي الذي يعجز الإنسان عن رفه عجزا تاما والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية تابع بقية هذه المادة من خلال المسائل العقيدة